في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي سكان المناطق لتحرير مناطقهم من داعش حقق الجيش العراقي والمتطوعون تقدما في عدة مناطق من بينها محافظة صلاح الدين كما أعلن الجيش طرد مقاتلي داعش من شرقية الكريت شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن قراره القاضي بإيقاف القصف على المدن الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش جاء لإعطاء مهلة لسكانها لتحرير مدنهم وأضف أن قوال شرق أنفق ثلاثة مليارات دولار على الجماعات الإرهابية لافتا إلى أن الذين دعموا مسلح داعش يشعرون بالخطر عليهم وفي شأن المتصل الأعلى للعبادي أن الحكومة الجديدة تمثل خليطا من التكنقراط والسياسيين مؤكدا أن مسؤوليته هي حماية العراقيين من هجمات المسلحين كما أشار العبادي إلى أن دول الإقليم والعالم ومن ضمنها تركيا مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة لمقاتلين أجانب في هذه الحرب مشيرا إلى رغبة بغداد إقامة علاقة جيدة مع الدول العربية والخليجية منوها إلى أن قطر غيرت موقفها تجاه العراق وأضف أن بلاده نبهت العالم قبل سنتين من الخطر الإرهابي ضد العراق في شأن آخر كشفت مصادر برلمانية عراقية عن أبرز الأسماء الجديدة المرشحة لتولي حقيبة الدفاع من ضمنها اللواء الرق النوري غافل الدليمي ويحيى العساوي والنائب الحالي بدر الفحل فيما أبدت كتلة بدر امتعاضها من عدم تكليف أمينه العام هادي العامري لمنصب وزارة الداخلية وأعرب نواب عن كتلة المواطن عن أملهم بطرح مرشح وزارتي الداخلية والدفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء المقبل وكان رئيس الوزراء العراقي تعهد خلال جلسة التصويت على الحكومة بحسم المنصبين خلال مدة أسبوع ونوه خلال الجلسة أن الكتلة إذا لم تقدم أشحيها خلال المدة المحددة فأنه سيكون ملزما باختيار شخصيتين لوضعهما في هاتين الوزارتين المهمتين ميدانيا تمكنت القوات العراقية ومتطوعوا الحشد الشعبي من تحرير منطقة الضابتية في أول أيام معارك تطهير جرف الصخر وتأمين منطقة السبعة كيلو في الأنبار والمعجوم في تكريت خلال المعارك التي شهدت مقتل العشرات من عناصر داعش وتزامن هذا التقدم العسكري مع تنفيذ القوات الأمنية أنزالا جويا بالقرب من ناحية الصينية في قضاء بيجي تمهيدا لشن حملة عسكرية واسعة ورفق تلك التحركات انتهاء قيادة عمائية الجزيرة والبادية من تطهير آخر معاقل داعش في قضاء حديثة